نعم لقد حسم الأمر وليس أمامي إلا تلبية طلب شعب مصر وهو أمر سمعه القصي والداني ولن أفض طلبه سأتقدم لهذا الشعب بتجديد ثقة عبر التصويت الحر هكذا أعلن اليوم القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسي للصحيفة الكويتية السياسة ترشحه للانتخابات الرئاسية في مصر قرار وزير الدفاع المصري يأتي بعد إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية موافقته على ما وصفه بالتكلف الشعبي للسيسي بالترشح لرئاسة البلاد رقي السيسي إلى رتبة فريق أول وعين وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة من طرف محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر قبل الإطاحة به من طرف السيسي ذاته